ما هي الأجواء لديك خلال استقبال شهر رمضان المبارك وفي أول أيام الشهر نعم شروق كل عام وأنتم بخير أنت والزميل حازم والأسادة المشاهدين في قطاع غزة ربما جاحت كورونا يعني تسيطر على مشهد الأجواء وطبيعة استقبال الناس لأجواء الشهر رمضان المبارك لكن رغم ذلك يعني رغم ارتفاع عداد الإصابات في قطاع غزة بفارس كورونا رغم حالة الحصار رغم ارتفاع عداد العاطلين عن العمل ربع مليون عاطل عن عمل في قطاع غزة نسب الفقر والبطالة إلا أن ذلك لم يمنع يعني الفلسطينيين في قطاع غزة لاحظنا ذلك بأنه كانوا حريصين على استقبال أجواء شهر رمضان بتزيين يعني سواء الأسواق أو بعض الأحياء أو الشوارع الفرعية في قطاع غزة مخيمات اللاجئين غالبية هذه المناطق من يشاهد ويمشي شاهد فعلا اهتمام الناس باستقبال وتجسيد مظاهر الفرحة بأجواء شهر رمضان المبارك ولكن واقع فيروس كورونا وارتفاع عداد الإصابات في قطاع غزة بالفعل فرض جملة من القيود على الناس يعني ربما لاحظنا في الأسواق مثلا أن الناس خلال أيام الماضية كان هناك حركة تجارية نشطة ولكن كان هناك ارتفاع في بعض أصناف المواد الأساسية مثل السكر والدقيق وغيرها من أصناف الاحتياجات الغذائية الأساسية في رمضان هذا الأمر طبعا يقول عنه التجار وتقول عنه وزارة الاقتصاد الفلسطينية بعد التدقيق في كشوفات التجار بأنها بالفعل تتعلق بفيروس كورونا وتعلق الأمر بارتفاع تكلفة شحن هذه المواد من الخارج إلى قطاع غزة لذلك كان هناك مطالبات من قبل المواطنين بضرورة تخفيض بعض هذه الأسعار أو تخفيض بعض الضرائب الجمركية على التجار حتى يكون هناك مناسبة لهذه الأسعار مع مستوى دخل المواطنين والظروف الصعبة التي يعيشونها في قطاع غزة لكن ربما أكثر شيء أثار جدلا حديثا في قطاع غزة هو قرار وزارة دخلية طبعا في ظل أجواء فيروس كورونا نتحدث بطبيعة الحال ووزارة الصحة فرض الإغلاق ومنع حركة المركبات عند أذان المغرب هذا الأمر بطبيعة الحال أثار ضجة لدى هيئة المطاعم الفلسطينية التي بطبيعة الحال يعني معروف حركة المطاعم في قطاع غزة وفي كل المناطق تبدأ في موصر رمضان عند حلول بعد الإفطار وبالتالي المطاعم ستكون مغلقة ستتكبت خسائر كبيرة هي بالأصل القطاع السياحي في قطاع غزة تضرر كثيرا بفعل فيروس كورونا في الأشهر والأيام الماضية وهذا الإغلاق عند أذان المغرب ومنع حركة المركبات سيضاعف من الخسائر الاقتصادية